دولوا على مواقع التواصل الاجتماعي من رواد الفيسبوك اللي فهموا الموضوع غلط ونقلوا غلط وتحول الموضوع الى ضجة جديرة جدا عمل الترند قوي جدا عايز اقولك انه مزمع في كل مكان في العالم ووكلات انباء من كل حتة بالدنيا بتكلمني وبيانات حكومية وبيانات من مؤسسات دينية زي البيان اللي صدر من الازهر والبيان اللي صدر من طرق الافتاء المصرية واللي بيقولوا انه جواز التجربة ده جواز محدد المدة ولا يغوز ذلك باعتبروا جواز حرام وانا متفق عشان اكد بالمناسبة معيك ان انا موافق جدا على كل اللي جيب بيان الازهر وكل اللي جيب بيان دار الافتاء جيب المؤسسات الدينية الاولى في بلدنا ولا يمكن ابدا نختلف معها لان اكيد هم عارفين احسن لنا بالتأكيد خليني بقى اسأل سؤالي لحضرتك المنفذرة جات منين بدايتها خالص هل حضرتك اصلا متجاوز؟ اه طبعا متجاوز ما هو ما فيش طب خليني بس تكمل الجزء ده هو كل الناس بنتكلم على ان في حاجة اسمها جواز تجربة احنا هتجوز سنتين تلاتة نجرب وبعدين نشوف ان كنا متفقين ولا لا او بيكتبوا عقد جنب عقد الجواز هو عقد كده زي عقد ملحق يحطوا فيه شروط وضوابط زي اللي انت قلتيا انا مثلا ما بحبش اللون الاحمر عشان بيعصنوا لكن هو الموضوع في حقيقته غير كده خالص ما فيش اصلا اي حاجة من كل ده كل ده كلام بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه غير حقيقي وغير صحيح الموضوع كله ان هم اتنين متجاوزين اصلا موضوع والفكرة المبادرة والفكرة كلها جات من ان فيه زوجين متجاوزين اصلا جات لي الزوجة دي مكتبي عشان ارتع لها دعوة طلبة انا عرفت منها وسمعت منها ايه الاسباب اللي مخليها طلبة طلبة بتشتكي من جوزها انه بيعمل ايه وكتبت ده في وراء وبعدين طلبت منها تليفونه وكلمته وجبته وعرفت منه كمان ان هو كمان عنده اسباب مخليها مش عايز يكمل حياته معها وكتبت ده وراء وبالتالي بقى عندي اسبابه واسبابها فجبتهم وعملت بينهم قعدة صلح عرفية عشان يكملوا حياتكم الزوجية وعرفت منها ايه الشروط والطلبات اللي هي عايزاها عشان تستمر معها في الحياة الزوجية وكتبت الكلام ده في عقد كتبت الكلام ده في عقد اتفاق عشان احدد ضوابط للأسرة من خلالها تستمر الحياة وما يتطلقوش حتى العقد اللي موجوده منشور على مواقع التواصل اللي اتماع عنوانه عقد اتفاق على مشارطة زواج يعني على شروط لاستمرار الحياة الزوجية حتى مكتوب في البند التمهيدي حيث وانا الطرفان تزواجة زواج شارعي رسمي مؤبط غير محدد المدة بس لأسف محدش ارى لاني كنت كاتب جنب العنوان اسم المبادرة واللي انا استنبطته واستخلصته من كلام الستات ومن المشكلات اللي بتقابلني بصفة محامي متخصص في قضايا الاسرة اللي هو كلمة زواج التجربة وده كان قصدي بيه حاجتين لكن للأسف اسيء الفهم طب انا عايزة اسأل حضرتك سؤال تانية يا دكتور احمد دلوقتي اصلا بيحصل اغلب الاسر المصرية بتعمل ايمة للجواز بعد كاتب الكتاب طبعا عند المأزون اثناء الايمة دي ممكن مثلا اتكلم مع جوزي واقول له مثلا انا مش هابل انت في يوم من الايمة تقول لي اعودي وما تشتغليش فانا ممكن اكتب ده في الايمة صح كده لا لا هو ده مش في الايمة لا الايمة دي بتتكلم عن الامور المالية والمادية انما احنا بتتكلم عن حاجة تانية خالص هو بالضبط ده اللي حصل اللي انت بتقوليه ان هي طلبت في عقد المشارطة ده اللي هو عقد الصلح المشروط بين الزوجين عشان توافق انها ترجع تكمل الحياة الزوجية معاه او انها تقبل تاخد معاه تجربة الحياة الزوجية مرة اخرى على اعتبار ان الزواج في حقيقته ما هو الا تجربة حياتية ومجتمعية قد تنجح وقد تفشل عند بعض الناس فقالت انا عشان اخد تجربة الزواج معاه مرة اخرى وارجع بيته لها شروط واحد انه يسيبني اروح شغلي لانه كان بيمنعها من شغل اتنين انه ما يمنعنيش من زيارة اهلي لانه كان بيمنعها انها تروح تزيارة اهلها تلاتة ما ياخدش فلوسي لانه كان بياخد فلوسها اللي بتشتغل به اربعة هو بيدربني فانا مش عايزة يدرب طبعا كلها حاجات اكيد كلها كل واحدة بتتغير اسبابها من سيدة الاخرى ومن رجل لاخر ولكن الفايدة بعد ما همدي وهو هيمدي هل احنا اتفقنا قبل الامضة على التغيير يعني انا هتغير فمش هداي اكونت هتتغير فمش هداييني ولا بنعمل شروط جزائية على بعض ولا ايه اللي بيحصل ايوا بالظبط فيه شروط جزائية اوه زي ما بتقولي كده مادية ايوا مادية اوكي والزوج اللي كان مع السيدة اللي جات لحضرتك وافق ومضى ايوا اللي اتنين مضوا مدى عقد اتفاق بين طرفين اوكي قالينا اقولك اللي حصل ايه اللي حصل ان هي قالت انا ليا شروط فكتبنا لها الشروط دي هو كمان قال انا عندي شروط منها مثلا قال انا موافق انها تروح الشغل تشتغل بس كمان تساهم معايا في الحياة الدولية وكمان انا مثلا معترض على انها بتلبس احيانا لبس متحرر فانا عايزة تلبس حجاب شروط هو يارى فيها كده وهي كان لها شروط اكتر بكتير واقوى وكان عندها